اشتركوا في القناة وقد اجتمع الالاف من رجال الدين وصناع السياسات ورجال الاعمال على مستوى الولايات المتحدة في افطار الصلاة الوطني السنوي للتحدث عن الايمان والحرية الدينية وقد التقى الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة بوزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو حيث بحث الجنبان جهود البحرين في مجال ترسيخ مبادئ التسامح الديني والتعايش السلمي وتعظم اهمية ذلك في الفترة الحالية كما التقى الشيخ خالد بسفير الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية وعضو الحزب الجمهوري سام براونباك حيث بحث جهود المملكة الدؤوبة في مجال تعزيز التعايش السلمي وأكد براونباك رغبته الشديدة في المشاركة باجتماع المائدة المستديرة المقبل في العاصمة البحرينية المنامة معتبرا اجتماع المائدة المستديرة المنعقد في ديسمبر الماضي بالمملكة من أفضل الاجتماعات التي عقدت على مستوى المنطقة والعالم وبهذه المناسبة أكد رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي التزام المركز بإطلاق المزيد من البرامج والمشاريع النوعية ومواصلة تحقيق أهدافه التي تركز على تهيئة الأرضية المناسبة لنشر قيم التسامح الديني والتعايش السلمي ونبذ الكراهية على مستوى المنطقة والعالم وتأتي الدعوة الأمريكية لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي لحضور مراسم إفطار الصلاة الوطني تقديرا لجهود المركز الكبيرة للارتقاء بقيم التسامح والوسطية والاعتدال والتعايش بسلام ووئام وتعزيز الحريات الدينية كما تعكس الدعوة الأمريكية للمركز للمشاركة في هذا التقليد الأمريكي السنوي العريق مدى تقدير الولايات المتحدة الأمريكية حكومة ومؤسسات مجتمع مدني ومنظمات دينية للدور الذي تلعبه مملكة البحرين في نبذ العنف والكراهية عبر تعزيز حوار الأديان والحضارات على أسس التسامح وتقبل الآخر المختلف بغض النظر عن انتماءاته المذهبية ومعتقداته الدينية